إذن في اليوم الرابع والعشرين من حرب روسيا على أوكرانيا تطورات متسارعة في العاصمة الأوكرانية كييف إعلان لافت قيادة الأركاني الأوكرانية تقول إن القوات الروسية قد أجبرت على التراجع وذلك دحو سبعين كيلو مترا عن العاصمة قد يكون لذلك علاقة بما أعلن من قبل الجيش الأوكراني عن بدء هجوم مضاد له وذلك في هذه الجبهة الغربية تحديدا في محور إيربين بوتشا وغوستومير وذلك لمحاولة السيطرة على هذا المحور والمتير دوما في هذه الجبهة الغربية وأن القوات الروسية اتجهت غربا نحو مدينة جوتيمير وقد تعكس صور أقمار صناعية أظهرت استخدام القوات الروسية الخنادق لإخفاء آلياتها العسكرية حول العاصمة كييف استراتيجية جديدة للروس أما في الشرق فقد كان محور بروفاري قد تحرك بشكل لافت هذه الجبهة تحركت بروفاري التي تبعد نحو 20 كم عن العاصمة كييف مع وجود اجتباكات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ويستمر بالمقابل حصار روسي لمدينة تشيرنهيف في الشمال الشرقي إذن تطورة لافتة في كييف في محورها الغربي وفي الشرقي ولكن إذا ذهبنا إلى ميكولايف حيث سقط عشرة الجنود الأوكرانيين بسبب قصف روسي استهدف هذا القصف الروسي اللواء 79 تشير مصادر أوكرانية إلى أن الطائرات الروسية أقلعت لتنفيذ هذا القصف انطلاقا من خرسون وليس من شبه جزيرة القرم أما على الأرض فقد تحدث الجيش الأوكراني عن تحركه وأيضا عن هجوم معاكس واستطاع استعادة قرى في ريفي ميكولايف ولكن حتى في ريفي خرسون وهذا تطور لافت ومؤشر مهم وتبقى هناك محاولة لتقدم القوات الروسية دوما على هذا المحور نحو أوديسا والميناء الرئيسي لكن دعونا نتحدث عن ماريو بول وبحر أزوف ماريو بول كان لافتا إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية فقدان الوصول إلى بحر أزوف وذلك بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريو بول الرئيسي وكالة نوفستي الروسية نقلت أن الجيش الأوكراني فجر جسرا يربط بين دونياتسك وماريو بول إذن هذا لا يمكن للقوات الأوكرانية أن تستخدم بحر أزوف وذلك بشكل مؤقت في أيضا في هذه الجبهة الشمالية تحديدا في بحر أزوف كما نشاهد هو بحر متفرع من البحر الأسود وذلك في جزئه الشمالي وبتقريب الصورة سارعت روسيا في أيار مايو 2018 إلى بناء جسر يمتد كما نلاحظ هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم ويربطها بالأراضي الروسية مما يعكس ويعطي نظرة حول طبيعة التحركات العسكرية الأخيرة وقد يعكس أيضا قد يعكس التطور الآخر في هذه المنطقة وتحديدا في هذا المحور محاولة للسيطرة الروسية دوما على هذا المحور الشرقي وبالتالي الربط هذه المناطق بمناطق الانفصاليين في الشرق ولكن أيضا الانتقال لاحقا إلى هذه الجبهة الغربية وبالتالي السيطرة على كامل الساحل وبحر أزوف والبحر الأسود وهذه الاستراتيجية كما يقال قد تعكس أيضا استراتيجية كاملة موجودة لدى الروس وذلك في محاولة للسيطرة على هذا الساحل الجنوبي إذن تطورات لافتة في الجنوب ولكن أيضا في العاصمة الأوكرانية كيف